نجحت المرحلة الثانية من المشروع المصري الإيطالي لتحسين الخدمة التمريدية بالمستشفيات الحكومية وانطلق هذا المشروع بالتعاون بين مصر والوكالة الإيطالية في مرحلته الأولى عام 2016 بمحافظة بورسعيد للارتقاء بخدمة التمريد المقدمة للمواطنين تطور كبير تشهده المنظومة الصحية تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالجانب الصحي للمواطنين يأتي بهذا الإعلان عن نجاح المرحلة الثانية من المشروع المصري الإيطالي لتحسين الخدمات التمريدية المقدمة لمستشفيات وزارة الصحة والسكان مشروع هام انطلق بالتعاون بين مصر والوكالة الإيطالية في مرحلته الأولى عام 2016 بمحافظة بورسعيد تأكيدا على قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا خاصة في مجال الصحة العامة للارتقاء بخدمات التمريد المقدمة للمواطنين النهاردة بنشهد الإعلان عن نتائج نهاية المرحلة الثانية من التعاون ما بين الحكومة الإيطالية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة التدريب والفرق التمريدية والرعاية الصحية في مجال التمريد ده كان بروتوكول تعاون ما بين وزارة الصحة والسكان والوكالة الإيطالية للتنمية وجامعة ساسيني أحد الجامعات المتميزة في مجال التعليم التمريدي في إيطاليا أنا سعيدة بهذا التعاون بين الحكومة المصرية والحكومة الإيطالية وسعيدة بمشاركتي ضمن برنامج تدريب الممرضات في مصر والمدعوم بالكامل من الحكومة الإيطالية البرنامج تدريبي ينصب حول مرض الإيدز وتدريب الممرضات على كيفية التعامل مع هذا المرض كما أن التعاون في هذا البرنامج ينصب على أنشطة مختلفة نقوم بتعليمها للممرضات والتعليم هنا يتسم بالاستمرارية ونحن نقوم أيضا بتطوير البرامج داخل مدارس الممرضات كما يعمل البرنامج على دعم وتطوير مهارات الممرضات في التعامل مع الآليات الجديدة في التمريد وذلك داخل مستشفيات الحكومة في مصر التطوير الأهم من موجهة نظري هو العمل على تطوير خدمات التمريد داخل المستشفيات وهذا العمل هو الأهم من حيث المستقبل خاصة في بورسعيد والمحافظات الأخرى وهو تطوير سينقل خدمات التمريد داخل المستشفيات إلى مرحلة التطور العالمي المشروع في مرحلته الأولى والثانية شمل محافظات بورسعيد والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والإسماعيلية وتضمن رفع كفاءة البنية التحتية للمعاهد الفنية وتطوير مناهج التدريس وتبادل المنح الدراسية وتدريب القائمين على العملية التعليمية وإيفاد بعثات من الأطباء للتدريب على التخصصات المختلفة التدريب بيتم بناء على الاحتياجات التدريبية في الخدمة الصحية المقدمة في المحافظات لأن المحافظات دخلت مرحلة التأمين الصحي الشامل فدخلت فيها تخصصات جديدة لم تكن مدرجة من قبل في المحافظات الحدودية زي جرحة المخ والأعصاب وجرحة القلب والصدر فتم تدريب التمريد على يد خبراء من أسازة الجامعات وخبراء أجانب على كل التخصصات دي التمريد أفدنا يعني التعاون الإيطالي في الحافظة تدريب وتحسين وتطوير أداء التمريد سواء كان من ناحية العملية أو ناحية العلمية أيدينا نستفاد من الجانب الإيطالي أنهم جابوا لنا خبراء متخصصين في إعداد المناهج التعليمية لطلبة معاهد التمريد الفنية قدرنا نستفاد منهم لتحسين الأداء العملي والتدريب على رأس العمل للطالبات بداية من سنة أولى لفترة الامتياز انتهت المرحلة الثانية لتبدأ مشاورات المرحلة الثالثة التي تستهدف محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لاستكمال هذا المشروع الذي يقدم كل الخدمات الصحية للمريد والتمريد بكفاءة عالية بما يؤكد أن صحة المواطن على رأس أجندة أولويات الدولة محمود جميل التلفزيون المصري